حقيقة أخي الكريم لم يكن مستغربا ولا مفاجئا بالنسبة لنا أن يوافق النظام على وقف القتال في مدينة حلب وأعتقد أن تجميد القتال في مدينة حلب سيمثل طوق النجاة الأخير بالنسبة للنظام يمكن أن يرمى إليه ليخرج من المأزق الذي دخله خلال الشهر الماضي هل النظام يعيش في مأزق في مدينة حلب الآن؟ لا شك وأنتم تعلمون التقارير خلال الساعات 72 الماضية أن النظام كان هناك أمام مشكلة حقيقية في منطقة حلب وإذا أردنا أن نتكلم عن منطقة حلب لابد أن نضع بعض المحددات في هذا الموضوع أولا أن النظام ليس هو من يخوض حربا حقيقية داخل مدينة حلب وفي ضواحيها وإنما عبارة عن ميليشيات ضخمة مستجلبة من العراق وميليشيات حزب اللهية التي كانت تشكل رأس الحرب في الحرب داخل مدينة حلب هذه نقطة وبالتالي النظام لم يعد يمثل كتلة واحدة تستطيع أن تتفاوض معه وبالتالي نحن أمام أزمة ثقة حقيقية في التعامل مع النظام ما ليستطيع النظام فعلا أن يسيطر على هذه المجاميع غير منضبطة والتي تأتمر بأمر من قيادات خارج القيادة السورية قيادات غراقية وقيادات لبنانية هذه ناحية ناحية الأخرى لعل كما نشرت وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة لعل استسلام هذا العدد الكبير من عناصر حزب الله وهي التي تمثل القوة الضاربة الأساسية في معارك حلب استسلام هذا العدد يدل على تهاوي وتقهقر الروح المعنوية تماما بالنسبة لهؤلاء المقاتلين الذين يعتبرون الأشاوس بالنسبة للنظام تم استسلامهم خلال الساعات الأخيرة يريدون الآن هناك مفاوضات لتسوية أوضاعهم مع النظام الحقيقة لا يفاوض النظام بأن يفاوضهم قيادات لبنانية يتفاوضون مع الثوار لأجل مبادلة الأسرار سيد رامي لم تجربني على سؤالي هل الجيش السوري الحر مستعد لوقف القتال في مدينة حلب تطبيقا لخطة المبعوث الدولي نحن أخبرنا سيد ديمستورا أننا بدون أي ضمانات دولية لسنا معنيين إطلاقا بعملية تجميد القتال ونحن لم نوافق عن هذه القطة بل وأزيدك أمرا مهما أننا كقيادة عسكرية وكمعارضة ومنذ تصريح سيد ديمستورا بأن الأسر جزء من الحل لم نعد نعتبر أن سيد ديمستورا هو وسيط محايد أو نزيه وبهذا الكلام سيد ديمستورا يرتكب خطأين كبيرين سياسيين أولا أنه يخالف ما تفق عليه المجتمع الدولي من أن الأسد هو النظام فاقد للشرعية ويجب أن يرحل ويحاكم وخاصة بعد الكيماوي ثانيا أنه يخالف الشرعية الدولية فيما يتعلق بإرادة الشعب السوري بالتحرر ثالثا أن ديمستورا يتكلم أن الأسد جزء من الحل في نفس اللحظات التي كان الأسد فيها يقصف ويحرق مدينة دومة على بعد سبعة كيلومترات من الاجتماع الذي كان يقبع فيه الأسد مع ديمستورا إذن المجلس الأعلى للجيش السوري الحر يرفض رفضا قاطعا خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أليس كذلك؟ دعني أستدرك هنا نقطة أنه لو قدم ديمستورا خطة للحل في سوريا لعلها كانت مكان للنقاش في المعارضة السورية لكن ديمستورا بالنسبة لنا كمعارضة قدم لنا فكرة واحدة وهي تجميد القتال ونحن طالبناه أن يقدم لنا مشروع متكامل لرؤيته السياسية في سوريا أما أن يقدم فكرة وهي تجميد القتال لم تكن بالنسبة لنا فكرة ذات معنى أو ذات قيمة حقيقية خلال الفترة التي قدم فيها ديمستورا السيد رامي قبل أيام دعا وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم إدريس إلى تشكيل جيش وطني سوري قوامه حوالي 60 ألف مقاتل من الذين يصفون بالمعتدلين الجيش السوري الحر هل يملك الآليات أو الأدوات الكافية لتشكيل هذا الجيش في ظل الفوضى العارمة التي الموجودة حاليا داخل سوريا سيد الكريم الجيش السوري الحر يملك هذه المقاومات نظريا ولكن ما ينقص الجيش السوري الحر فعاليا هي الإمكانيات المادية الحقيقية والدعم الذي يصب في مكان واحد نحن نعتقد الآن أننا بعد تشكيل وزارة الدفاع الجديدة وهي الأول وزارة الدفاع في الخارج نحن نعتقد أننا يجب أن ينضوي جميع الكتائب المسلحة داخل سوريا تحت هذه الوزارة كي تأتمر بأمر واحد وتكون بمثابة الوزارة المضادة والمكافئة للقوات النظام التي تأتمر بأمر واحد نحن ننتظر الدعم من أصدقاء الشعب السوري ننتظر الدعم المالي والدعم العسكري أعتقد أننا لن نعويل كثيرا على مسألة التدريب فالقوات العسكرية السورية ما زالت خلال أربع سنوات تخوض كبرى المعارك وبالتالي نحن بحاجة إلى إمكانيات مادية فقط سيد رابر الألان هناك مساحات واسعة داخل سوريا تقع تحت سيطرة الكتاب المسلحة بإديولوجيتها المختلفة كيف يمكن للجيش السوري الحر أن يعيد تموضع نفسه جغرافيا في هذه الأماكن هل لديكم الإمكانيات لإعادة السيطرة على المواقع أو الأماكن التي يسيطر عليها الكتاب المسلحة؟ سيدي ليس صحيحا أن الجيش السوري الحر تداعى إلى الصورة التي يصورها البعض أحيانا لدينا تواصلات كبرى لدينا علاقات منذ يومين كان هناك اجتماع موسع لكتاب مدينة حمص للتواصل معها حول أفضل السبل لإيجاد مخرج حقيقي للأزمة التي تحياها مدينة حمص والتضييق العسكري فيها الجيش السوري الحر لا زال يملك التواصل القوي لا زال يملك كتاب فاعلة على الأرض لكنه يشكو فقط من قلة الإمكانيات العسكرية اللواء الدريس أيضا صرح قبل أيام أن هناك غزوا إيرانيا لسوريا تعقيبا على المعارك التي تجري جنوب سوريا وتحديدا في درعة ماذا عن المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف المعارضة؟ نحن نتكلم بشكل صريح أخي أن النظام السوري استدعى بقرار رسمي وهو دولة استدعى بقرار رسمي هذه الفصائل والميليشيات لتقاتل معه وهذا يمثل خرقا للنظام الدولي حيث هذا أولى تعريف الإرهاب أن هناك قوات عسكرية تقاتل خارج أراضيها وبالتالي ثبات للجميع باعتراف حزب الله أنه يقاتل خارج الأراضي اللبنانية في سوريا وهذا يمثل تعريفا واضحا للإرهاب أما المقاتلين الذين يقاتلون داخل الأراضي السورية أعتقد أنهم مقاتلون أتوا من تلقاء أنفسهم لم يطلبوا أبدا ونحن في الجيش السوري الحر لم نطلب أبدا دعم ولا مؤازرة من الخارج كثيرون تعاطفوا لأسباب دينية ولأسباب إنسانية وجاءوا وأخذوا يقاتلون بشكل عفوي ومن تلقاء أنفسهم نحن لم نتقدم بأي طلب نحن لا نشجع كثيرا مجيء المقاتلين الجانب لكن لا نستطيع أن نمنع هذا الأمر بالدافع الإنساني في ظل غياب الدعم الواضح للجيش السوري الحر في ظل هذا القذلان والتعامل الدولي عما يجري في سوريا في حال تم تقديم الدعم العسكري لكم هل أنتم مستعدون لمقاتلة العناصر الأجنبية التي دخلت إلى سوريا ولسيما عناصر تنظيم الدولة الإسلامية سيدي بالنسبة لعناصر الدولة الإسلامية نحن نعتقد أن داعش أو ما يسمى الدولة الإسلامية هي شركة مساهمة مغفلة من أجهزة استخباراتية ومجموعة من البسطاء ولديها تعقيدات فكرية واجتماعية وتداخل قبلي في تلك المنطقة وأعتقد أنه ما لم تحل الإشكالية الأكبر في سوريا وهي بقاء النظام أو عدم بقاءه أعتقد ستبقى قضية داعش معلقة وستشكل هاجس ليس للمنطقة والأقليم ربما تشكل هاجس للعالم وأنت تعلم أحداث فرنسا التي جرت الشهر الماضي وأحداث ليبيا منذ أيام وكل المنطقة أعتقد ما لم تحل إشكالية إسقاط النظام السوري ونحن أخبرنا أصدقاء سوريا أن أي محاولة لإضعاف الثورة السورية يعني مزيد من التشدد وأي عملية جدية لإسقاط النظام السوري تعني عودة التوازن إلى القضية السورية وابتني عودة الاستقرار إلى المنطقة هل تلمسون أي تغير في الموقف الأردني في مقاربة الملف السوري بعد مقتل الطيار معاد الكساسبة؟ حقيقة لا زال الموقف الأردني مؤازر للقضية السورية لا زال داعما للكتائب لا زال معينا لتدريب لا زال موقف ثابت بالنسبة لنا نعتقد غير جازمين أنه هناك بعض الأفكار عن تدخل بري في بعض الأماكن لحماية الحدود الأردنية العراقية من أي تدخل لداعش خلال الفترة القادمة ربما سأسركم عن هذه النقطة بأذات في حال كان هناك تدخل من قوات عربية لا سيما من قوات أردنية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في أماكن تواجدها ما موقفكم من هذا الموضوع وهل ستشاركون بأي قوات بالتعاون مع القوات العربية لمقاتلة عناصر تنظيم الدولة سيد الكريم نحن قلنا أن لدينا الهدف المباشر أولا هو إسقاط النظام السوري وأي انشغال بأي قتال جانبي نحن غير معنيين فيه في هذه اللحظات إلا إن كان دفاعا عن النفس قلنا لأصدقاء الشعب السوري عموما عربا وأجانب أننا معنيون فقط بإسقاط النظام أننا مستعدون للقتال ضد داعش في حال كان لنا بندقيتان بندقية ضد النظام وبندقية ضد داعش أما أن نستغرق في حروب جانبية تصرفنا عن الهدف الأساسي هذا ليس قضيتنا في الجيش السوري الحر هل تعتقدون أن هناك تنسيق أردني إسرائيلي في جنوب سوريا ربما لخلق حزام أمني يحمي إسرائيل من تداعيات الأزمة السورية عليها لا لا أنا أعتقد مثل هذا الاتقاد وأعتقد أننا بعيدون عن هذا التفكير خلال هذه الفترة كان هناك تقاريط تتحدث عن تعاون بين إسرائيل وجبط النصرة في الشريط الحدودي في محافظة القنيطرة هل لديكم أي معلومات عن هذا الموضوع ليس لدينا أي معلومات مؤكدة لكن ما هو مؤكد بالنسبة لنا أن بعض الجرحى في منطقة القنيطرة بعض المصابين العسكريين عندما ضاقت فيهم السبل دخلوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وعولجوا ورجعوا إلى سوريا وهذه قضية كانت ذات بعد إنساني فقط الآن أنتم كجيش سوري الحر هل تتواصلون مع الكتاب المسلحة غير المنضوية تحت مضلة وزارة الدفاع هل هناك أي تواصل معها ربما لتشكيل جسم عسكري موحد مستقبلا ليكون له أجندة واحدة كل الكتاب التي نتواصل معها نسعى لإيجاد جيش وطني نسعى لأقناعهم بالانضباء تحت جيش وطني يكون هو جيش سوريا المستقبل لا يميز في الديولوجيا أطلاقا بين كتيبة وكتيبة نحاول أقناع كل الفصائل العسكرية أن الهوية الوطنية هي أكبر من أي هوية في هذه اللحظة وأننا يجب أن نسعى إلى هدف مشترك بيننا وبين جميع الفصائل الأخرى وهو أسقاط النظام وبعد ذلك يمكننا أن نشكل الأحزاب السياسية التي يستطيع كل واحد مننا حينها أن يفرض أجندته أو أن يطرح أجندته للشعب السوري ويترك للشعب الخيار في ما يريده لكن سيد رامي الواقع ربما مغاير تماما لما تقوله الآن هناك إديولوجيات عديدة تقاتل في سوريا الجيش الحر له إديولوجيته الخاصة وكذلك الكتاب المسلحة ربما تقاتل بإديولوجيا أو عقيدة إسلامية معينة كيف يمكن التوفيق بينكم وبين هذه الكتاب بلا سهم أن وجودها قوي جدا على الأرض أعتقد أنها ثمة مغالطة مهمة في هذه النقطة أسمع لي أن أوضح للشعب السوري ولمن يسمعنا أنه عندما نقول فصائل إسلامية لا يعني هذا أن الجيش السوري حر فصائل غير إسلامية أو لديها أي أجندة علمانية لقدر الله نحن نعتقد أن كل من خرج لقتال داخل سوريا خرج براية إسلامية بغض النظر عن المستوى السخف التي تعامل معها لكن أقول أن الإسلام هو المكون الحضاري للشعب السوري وبالتالي ليس معي بحق الشعب السوري إن يكون قد رفع فعليا من مستوى إسلامية الكتاب سواء ضمن الجيش السوري حر أو سماعا ضمن الكتاب التي تعلن الرأي الإسلامي بشكل واضح أعتقد هذا التوضيح مهم جدا بالنسبة للأخوة المشاهدين وخاصة خارج سوريا أعتقدون أن الجيش السوري حر ربما هو كيان علماني أو شيء منيك أعتقد أن الجيش السوري حر يضم عامة الناس في سوريا هم متدينون عفيون هم مسلمون قد لا يكون يحملون أجندة إسلامية واضحة لكن أيضا الصفة الغالبة للجيش السوري حر هي الرأي الإسلامية الواضحة بالنسبة للسوريين في هذه الحالة ربما ستواجهون مشكلة في تلقي الدعم لا سيما من أصدقاء الشعب السوري إذا كان هناك ربما نفس إسلامي داخل الجيش السوري حر أليس كذلك؟ والله أعتقد أننا أمام تحدي كبير لا يمكن أن نتخلى عن هويتنا الحضارية في مقابل الدعم المالي وأعتقد أن أصدقاء الشعب السوري بدأوا يدركون حقيقة أن السوريين خلال الخمسين سنة الماضية كانوا مقموعين من حيث الهوية الإسلامية وبالتالي هم منفتحون على الإسلام ومتقبلون ومرحبون له نحن ضد التشدد نحن مع الإسلام الوسطي مع الاعتدال مع المرونة مع كل ما تتصفيه الهوية الإسلامية من مرونة إذا كان الغرب يريد أن يربط بين الإديولوجيا الإسلامية وبين الدعم فإننا سنختار الهوية الإسلامية لأنها هي هويتنا الحضارية لا يمكن أن نتخلى عن هذه مهما كانت الضغوط أعتقد أن العالم بدأ يعي تماما أن الفصائل حتى من تسمى معتدلها هي فصائل إسلامية أكثر مرونة من غيرها ليست فصائل تحوي إديولوجيا غير دينية إذن لن تتخلى عن عقيدتكم مقابل السلاح الذي سيقدم لكم من أصدقاء الشعب السوري نحن نطمن الشعب السوري ونطمن كل الداعمين المسلمين في العالم أننا لن نتخلى عن الهوية الإسلامية مقابل الدعم أبدا وهذا محال وأريد أن أوضح أيضا وأعيد أكرر أن الجيش السوري الحر لا يملك أجندة غير دينية على الإطلاق شكرا جزيلا في نهاية هذه الفقرة أشكر السيد رامي أدالاتي عضو المجلس الأعلى للجيش السوري الحر على مشاركته معنا فاصل قصير ثم نوع